السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الأخير المحور التاسع لمقرر الهندسة الكهربائية بعنوان Sinus Vidal Steady State Power Calculation ونبدأ اليوم إن شاء الله مع هذا الجزء الأخير لهذا المحور التاسع وهو الكمبليكس باور وقبل أن نبدأ بالأمثلة لإنهاء هذا الجزء الخامس أريد التعريج على قضية الليت واللاك بين الجهد والطيار الكهربائي على سبيل المثال لو نأخذ جهد مثلا هو V Maximum Cosine Omega T مثلا سنعطيه زاوية سالب 20 ديجري هذه ماذا؟ هذه التتة V عندي طيار كهربائي يكتب على نفس الشكل Maximum Value للطيار الكهربائي Cosine Omega T مع زاوية مع Phi أخذها مثلا 10 ديجري ما هذه؟ هي زاوية الطيار الكهربائي الآن أريد أن أعرف من الليت ومن اللاك بين الجهد وبين التيار الكهربائي سأرسم إذن عندي الأكس للريل وهذا الأكس للتخيل Imagine Part ماذا عندي هنا؟ عندي الجهد الكهربائي زاوية هنا سالب 20 ديجري هذا جهدنا لو نكتبه في البولار في Amplitude وفي زاوية كم الزاوية؟ هي تتة V سالب إذن 20 ديجري نفس الشيء سأكتب الطيار الكهربائي في الفايزر عنده Amplitude معينة والطيار هذا عنده زاوية كم؟ هي 10 ديجري فوق خط إذن الريل هذه مثلا 10 ديجري الآن ماذا أقول؟ وكيف أعرف من الليت ومن اللاك لو نعتبر أنه دوران للجهد والتيار بنفس السرعة الأوميغا إذن من سيصل الأول؟ سنعتبر هذا كأنه خط نهاية من سيصل الأول إلى اليماجين بارت بنفس هذه السرعة الأوميغا؟ من الواضح جدا هنا ألاحظ أنه التيار الكهربائي إذن هنا سيصل إلى خط هذا النهاية قبل الجهد فماذا نقول هنا؟ أنه التيار الكهربائي ليتز بالالجبلاي نعم الموديول لأن الالجبرايك فاليو ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف وأكتب كم تتا في هنا؟ هي سالب 20 ديجري سالب قيمة زاوية الطيار هي 10 إذن سالب 10 ديجري فتكون هذه التيتا إذن كم تساوي؟ تساوي 30 ديجري فتكون إذن هذه التيتا هي الفرق بين زاويتين الجهد وزاوية الطيار الكهربائي إذن نمر الآن إلى هذا المثال المثال هذا هو خاص إذن بمزيد فهم الكمبليكس باور عندي حمل عنده إمبيدنس قيمته زاوية بصفة عامة فيها إذن حقيقة وتخيل دروز 12 كيلو فولت إمبير وننتبه إلى هذه المعطيات هنا هذه الإبيرنت باور عندي هنا باور فاكتور قيمة 0.856 لاجينج ننتبه إلى هذا المصطلح كذلك وConnected لسانيز ودي السورس وهذه السورس أعطي لي جهد الأرمس وقيمته 120 فولت مطلوب مني قيمة الريل أو ما يعبر الأفريج باور والرياكتف باور إذن البي والكيو كذلك البيك كارينت أو الماكسيمون فاليو للطيار الكهربائي ومطلوب مني استخراج قيمة هذه الزاد قبل أن نمر إلى الحل يجب هنا أن نفهم ما المقصود بإعطاء الباور فاكتور وهو لاجينج هنا مثلا لو نأخذ الجهد الكهربائي هو الريفيرنس فيه إذن هو عنده مثلا ماغنيتيود وهنا الزاوي أخذنا زيرو إذن هنا قلنا هو لاجينج الباور فاكتور لاجينج بكم إذن نستخرج إذن التيتا الزاوية وهي الزاوية بين الجهد والتيار الكهربائي لنفترض قلنا باستخراج هذه الزاوية وسنرىها في السؤال الأول عن طريق الباور فاكتور وهي كوساين إلا واحد باور فاكتور لنفترض أنها تساوي مثلا ثلاثين ديجري أي أن كانت المقصود فقط فهم ما المقصود اللاجينج باور فاكتور هنا سوف أرسم الطيار الكهربائي بزاوية كم؟ بزاوية فرق بين وبين الجهد بثلاثين ديجري لكن هل سوف نضعها قبل الجهد أو بعد الجهد بما أنه قال لي هنا في المطلوب لاجينج باور فاكتور يعني أن الطيار الكهربائي سيكون لاج للجهد يعني قبل الجهد بكم؟ بزاوية تيتا تيتا هذه الزاوية التي استخرجناها من معطى الباور فاكتور إذن نبدأ الآن في السؤال الأول مطلوب مني استخراج الأفريج باور أو ما يسمى الريال باور والرياكتور فاور وهي الكيو كيف سأستخرج البي والكيو؟ رأينا في المحاضرة السابقة الباور ما يعبر عليه بالباور تريانجل الباور تريانجل هذا يربط لي بين الأكتور فاور البي وبين الرياكتور فاور الكيو وكذلك مع من؟ مع الابيرينت باور مع الابيرينت باور إذن هنا أعطي لي الابيرينت باور هذه لننس هي الزاوية تيتا وهي الفرق بين زاويتي الجود والتيار الكعربائي إذن نشرع في السؤال كيف سأستخرج الابيرينت باور من خلال الباور تريانجل واضح جدا هنا هي تساوي هي قيمة الاس وهي قيمة الابيرينت باور ضارب كوساين تيتا التيتا هي هذه التيتا في التريانجل وهي الفرق بين زاويتي الجود والتيار الكعربائي كيف سأستخرج هذه التيتا؟ كما رأينا في السلايد السابق إذن هي قيمة هي تستخرج من الباور فاكتور كيف تستخرج من الباور فاكتور؟ أنا عندي هنا الباور فاكتور يساوي 0.856 إذن والباور فاكتور ماذا يساوي؟ هو كوساين الفرق بين زاويتي الجود والتيار والذي سمي لي هنا تيتا وهي المطلوب عندي الباور فاكتور وأريد استخراج التيتا فأستخرجها بسهولة قيمة التيتا إذن هنا هي 31.13 ديجري أستخرج الكوساين وأضربها في الأس في الأبيرينت باور لأتحصل على الأكتف باور ونفس الشيء هنا الرياكتف باور من خلال الباور تريانجل هي قيمة الأبيرينت باور ضارب ساين تيتا وأستخرج إذن قيمة الرياكتف باور وهنا لا ننسى أن هذا الباور فاكتور هو لاغينج يعني السوركت اللي عندنا هو انداكتف سوركت لماذا انداكتف سوركت؟ رأينا في الانداكتف سوركت أنه يكون الباور فاكتور يكون لاغينج الآن السؤال الثاني كيف سأستخرج البيك كارنت أو الماكسيموم فاليو للتيار الكهربائي؟ هنا يجب رؤية معطيات السؤال أعطي لي هنا قيمة الVRMS الVRMS فاليو للجوت لهذه السورس إذن ماذا سوف أفعل؟ عندي علاقة تربط بين الماكسيموم فاليو والرمس فاليو لمن؟ للتيار الكهربائي إذن استخراج البيك فاليو للتيار الكهربائي يرجع إلى استخراج الرمس فاليو للتيار الكهربائي لكن كيف سأستخرج هذه القيمة؟ سأستخرجه عن طريق الكمبلكس باور رأينا في السؤال السابق واستخرجنا قيمة الـ Active والReactive Power مجموعهما في الريكتانجلر فوروم يعطيني الكمبلكس باور ونعرف أن الكمبلكس باور تساوي هي الضرب في الفيزر بين الـ RMS للجوت والـ RMS للتيار عندي الـ RMS فاليو للجوت عندي الكمبلكس باور ماذا يبقى لي؟ يبقى لي هذا المجهول المطلوب وهو Conjugate ماذا يساوي إذن؟ يساوي قيمة الكمبلكس باور على الـ RMS فاليو للجوت أقوم إذن بالقسمة مع تحويل للقيام بالقسمة الريكتانجلر فوروم إلى مجنيتود وزاوية ثم أحولها إلى الريكتانجلر فوروم أو إلى البولار فوروم لاستخراج قيمة الـ RMS فاليو للتيار الكعربائي هنا لننسى أعطيت لي Conjugate كيف أحولها بزيادة سالب لهذه الزاوية وبالتالي استخرجت قيمة الـ RMS فاليو للتيار الكعربائي أضربها في جذر 2 لأتحصل على الـ Peak Current الآن السؤال الأخير أريد الآن استخراج قيمة اللود إمبيدنس هذه الزد كم قيمتها إذن عندي الـ V RMS في السؤال السابق استخرجت قيمة الـ RMS فاليو للتيار الكعربائي إذن الزد هي ليست إلا الجهد على التيار بالـ RMS هنا نلاحظ RMS فاليو RMS فاليو إذن أقوم بعملية القسمة في البولار وهي الأنسب لعملية القسمة لأتحصل على قيمة الزد في البولار فورب الآن المثال الأخير هنا عندي لود حمل أعطي لي قيمة الزد الـ Impedance لهذا الحمل مرتبطة مع السورس بـ Transmission Line هنا هذه اللاين عندها كذلك Z سأسميها ZL مثلا اللي المقصود بها اللاين وهذه الـ Voltage Source وأعطي لي كذلك قيمة الـ Effective أو الـ RMS فاليو لهذا السورس المطلوب في السؤال الأول استخراج قيمة التيار الكهربائي الذي يمر في هذا الحمل وقيمة الجهد بين طرفيه وكذلك السؤال الثاني استخراج قيمة الـ Active و Reactive Power لهذا الحمل إذن كيف أستخرج قيمة التيار الكهربائي الذي يمر في هذا اللوت إذن سوف أطبق القانون العام أنه التيار الكهربائي هو V على Z نلاحظ هنا أنه Align ZLine و Z الحمل Series فيمكن جمعهما أقوم بقسمة الجهد على Z Total لتعطيني قيمة الطيار الكهربائي مع الألم أنه هذا الطيار الكهربائي بما أنه قمنا بالقسمة هنا بألارمس فاريو للجهد فتكون هذه القيمة بال Root Mean Square الآن كم قيمة الجهد بين طرفي هذا الحمل مباشرة عندي V هي Z ضارب I عندي قيمة I عندي قيمة Z Load فأقوم بالضرب لأتحصل على قيمة الجهد بين طرفي هذا الحمل السؤال الآن الأخير كيف سأستخرج قيمة Active Power أو Real Power و Reactive Power لهذا Load مع العلم أنه أعطي قيمة التيار الكعربائي واستخرج من السؤال الأول وقيمة الجهد لكن بالRMS Value نعرف أنه سأستخرج ال P وال Q عن طريق ماذا؟ عن طريق ال Complex Power فهي الحل الأنسب هنا لاستخراج ال P و ال Q نعرف أنه ال S هي Active مع Reactive Power إذن كيف سأستخرج هذه ال S سأستخرج عن طريق ضرب الجهد مع الطيار الكعربائي Complex Conjugate هنا وهذا القانون هو الخاص بالRMS Value إذن عندي ال RMS للجهد وعندي ال RMS للطيار الكعربائي أقوم بعملية الضرب ولا ننسى هنا هذه Conjugate فأدخلها في Rectangular 4 لتكون هذه من سالب تصبح إذن موجب وأتحصل على قيمة هي Complex Number لل S هذه ال Real Part وهذه هي التخيل ال Real Part تمثل ال Active Power أما Imagining Part فتمثل Reactive Power لمن لهذا الحمل